اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حماد الخليفة وللعهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية المتينة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وتاريخها الممتد من التعاون والتنسيق والشراكة في كافة المجالات مشيرا إلى ما تشهده مسارات العلاقات البحرينية الكويتية من تقدم وتميز متواصل في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظهم الله جاء ذلك لدى لقاء سمو يحفظه الله بحضور سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي وأسعادت الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي السيد عبدالله علي اليحيى وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة وذلك في إطار المنتدى العشرين للأمن الإقليمي حوار المنمى الفين واربعة وعشرين حيث أشار سموه إلى الحرص المشترك على مواصلة تنمية كافة أوجه العمل الثنائي بين البحرين والكويت والدفع به نحو مستويات أكثر تكاملا وشمولا والبناء على ما تحقق من تنسيق وتعاون على كافة الأصعدة لما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين كما جرى خلال اللقاء استعراض أخر المسجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك من جانبه أعرب معالي وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وللعاد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يوله من حرص واهتمام بالتعزيز أطر العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة الكويت والدفع بالعلاقات البحرينية الكويتية نحو أفاق أكثر رحابة بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة متمنيا لمملكة البحرين المزيدة من النماء والازدهار